بسم الله الرحمن الرحيم أول حاجة كنشكركم لا تستيضافة هذه اللي كان يعني لنا الشيء الكثير بالنسبة لأيوب الوردغي من فارق المغرب تيطواني تكون في جامع الفئة العمرية من فارق المغرب تيطواني المرحلة ديالي أنا مع الفارق بدأت من فئة المينيم ومن بعد مورا المينيم كان المدرب ديالي خاليد العبدوني وموراد العبدالله مورا انتقلت من مرحلة المينيم إلى فئة كادي كادي عو كان مدرب ديالي أستاذ خاليد العبدوني وسي عبدالطيف سي العربي الجطي اللي كان شكروا مادا من برادا اللي صراحة نقدمنا الشيء الكثير في ذيك المرحلة وعلمونا التكوين على الحب الفارق علمونا للقورة الحديثة كانت كد لعب الفارق في ذيك الساعة وموراها جلت حق ديالي عاود فئة شبن جلت حق ديالي فئة شبن وكنت قبل من نفذ ديك العام ديالي كادي التحقت بسيلكسيون المنتخب المغربي اللي أقل كانت من سبعتاشر سنة كانت من منادت ديالي من طرف المدربة سي بنعبيشا وما كنت من حسنا لحظة ديالي اني كانت واحد تجربة مزيانة خصوصا في ذيك العمرة هدك ولكن ما كتبش لله ما تمشي الختيار ديالي رجعت مورا في فارق المغرب تيتواني ديك ساعة كنت في فئة شبن كان المدرب ديالي أستاذ نوردين وأستاذ محمد الكحال وباش ما ننساشي واحد أستاذني كامغين نشكره بزاف هو الأستاذ عبسلان فارس لذا كان كان أستاذ ديالي في كادي كادي تانية ديالي ني صراحة كان واحد موسم خيالي باش نقوله بحل نبدأ اي بلور ديالي يحس بأنه يكون فرقة الأولى حيتاش كنت في ذيك العام هذا سجلت تقريبا ستاشة ستاشة هدف ولعبنا كنا نروب عنها يكون ترى الفارق الرجاء البيضاوي اللي كانت أول فئة صغرى قد رباح فارق الرجاء البيضاوي تمك في فست كازا ربحنا ومبوحين تصيرو وكنت هنا نشجلت الهدف مراء تمت المنادت عليها من فئة شبن كانوا في ذيك الموسم هذا كان صديق ديالي سوفين أزنابت عنده ثمانية ديالاندارات وكنت هنا نلعب ديك ساعة النصف النهائي نصف النهائي كنت رجيش الملاكي اللي كان بحضور لوبيرا وكان مع المرحوم محمد أبرهون الله يرحمه فضلنا والله يوسع له اللي كانت هو حضر ديك المقابلة وكننا ربحناهم في الملعب ملاليهم ثلاثة واحد ومشينا نتمك المدينة الريبط ونهزمنا ثلاثة ثلاثة نصف مراها تمت المنادات عليهم فئة الآمل فئة الآمل بديك ساعة شبن فئة الآمل عام واحد فئة شبن تمت المنادات عليهم طرف المدير ابني كان دافيت ديك العام كانوا تتوجه فارق الآمل ديالنا ببطولة المغرب وكنت شاركت في المقابلات الآخرة ثلاثة المطرات الآخرة كنت شاركت فيهم والحمد لله مراها ديك ساعة بديت كأيوب الوردغي كان شوف راسي بأنني غنقدر نكون فارق الأول وبدنا لعبنا ديك العام فئة الآمل شاركنا وصلنا النصف النهائي دي المغرب كونترال فتحة الريباطي لما تمكننا شي من الوصول النهائي ومراها مراها ديك العام الموالي لعبنا مع فارق الآمل وحققنا المبتاقة هو الصعود الفارق إلى الهوت كانت أول فئة وكان عنا شارف حنايا بأننا كان هذا الإنجاز مع الأستاذ دينا كان سي كيبر وأستاذ حاكمة وأستاذ حاكمني كان شكرتها جزيلة الشك الموسم أول ديلي مع فئة الكيبر كان من طرف المدرب سيب الحسين ني كان شكره ولكن لسؤول حظ اللي بديك الموسمات كان مشاركتي تم المجاعة ديالة سيطاريخ سكي تيوي ني كان شكره من المنبر وأمن بي أنني غا نكون مع فارق ديالي وتمك بديت تم المنادات عليها في بعض المقابلات ومراها جاء العام المرا كان مدرب ديالنا بدا سيطاريخ سكي تيوي ما أكمل شي معنا كانت مننا لما سيرة موفقة مراجعة الكوتش أنخيل اللي كان شكره صراحة جزيلة سيشكر ديك المدرب تقفية وتقف أيوب الوردغي وطاني مقابلات وفي ديك المقابلات الأولى ديالي بينتنا الجماعير تيطواني بأنني غا نكون مع فارق المغرب تيطواني كانت أول فرصة ديالي مع فارق الجيش الماليكي هنا في ملعب سانية الرمل وكنت تدخل صراحة ما كيكون أول فرصة لليك مع الفرق اللولة كانت الجماعير غافرة كانت لنبيكا عمراء دخلت ما في حاني جاتني الدهشة في حاني ما كنتي مزيان مئة في المئة ولكن الحاجة كانت فرحتني في ديك الوقيت هذا ودعم الجماعير صراحة كل شي دعمني وكل شي كيسرد للرسائل كيقولي بأن زعم ما ما تخافش إحنا يا معاك تقف راسك مراء تاني فرصة ديالي مع فارق كان كأس العرش أنا واتزم كان بالإمكان ديالي تسجيل الهدف ولكن ما كتبش الله مراجم مع فارق أولمبيك أسفينة في ملعب صانية ترمل والحمد للذي كانت بأحسن مقابلات اللي قدمت وخرجت مراء تم تغيير ديالي باللاعب عادي الحاسناوي وتمك حسيت بوحدة حسيت بوحد راحة وحسيت بأنني غان كن لعب بفارق الأول مع خروج بالتصفيقة الجماهير وتمك ديك الساعة بدت شوية بدت شوية بدت مرة كان نشارك مرة ما كان شارك شي وكل نوبة وكيفاش والعام ديالي الثالث مع فارق مغرب وتطوانيني تمت ساقط ديالنا فيه هذا كانت استشعر له لما تكاليفيتش موجدتليش لليسونس ديالي من الجامعة يعني بقي تموت دونة كان عيكا تريني من لي جت الفرصة جت الفرصة في واحد درفية اللي هي صعبة لمشي اي لعب عاقدر يلعب في ديك الترفية ولكن مدم انا جتني الفرصة ديالي في ديك الترفية والفرقة محتاجاني والمدينة محتاجاني في ديك الترفية توكلت على الله وزيت من لي زيت جبرت جبرت واحد صعوبة كبيرة يعني اول نو بانعيش ديك تجربة ديك تجربة ديك تجربة الفارق لاعب على النوزل يعني بغيت عملت جامعة الطرق اللي نقدر نعاوم بيالفرقة ديالي مكتبشي الله حيتش ديك الموسماتة كانوا بزاب ديال الاشياء يعني من اللوم تالكورة ما كانتش باغيانة يعني باش باتناعة تكون رابح والفرقة تتعدل معك وديدلك الهدف تاني وليكن خصك نقطة في تمليد المباراية وما تجيباشي تمك يكون سوء الحط وكان كونه مزياني في بعض المقابلات وما كنربحوش تمك هذيك التجربة الصراحة اللي كانت أسف له وديك بالتضبط هذيك والموسم اللي خلط الجامعة التطوانية عما تندي وح النظر على أيوب الورديغي بأنه غير قادر اللعب مع فارق الأول ولكن ديك الدرفيات تحدث مع لك بأنك خصك تكون ديكيات الدرفيات يعني عتحدد لك وانا فعلا تقدر تكمل اللعب في طريق الأول ومع فائعة الكيبار لا سواء كانت في قص الموطني الأول وقص الموطني الثاني ولا سافي خصك تباع عدراسك ومن الحظ دياني كان عنا ديك ساعة المدرب تونيكا سانو تونيكا سانو صراحة أمن بي والمقابلة أني عمر بغت تنسى مقابلة مع المولودية الوجدية أني أنا في النظر ديلي عملت مقابلة مزيانة بغت النظر عن ضربة الجازع هذيك هي المقابلة اللي أنا ما بغت تتنسى لليومينا هذي نايدت علي واحد ضجة كبيرة في المدينة والأغلبية للناس يقولوا بلي ديك المقابلة هذيك هي فتاحة الفرقة من قسم الوطني الثاني ولكن أنا كانت شوف في ديك اللحظة هذيك في ديك الثانية إذا كان اللحظة المتابعة للجمال الكيرم بأن لدينا نفاتيك الماشي راسورة سبوت طب أطاها خرب بس خارجاله على الروتري ملي جا يضرب أنا طاكلت وإذا بنا دي معاود الإعادة عجبارنا طاكلت وني يدي مجي معنا يضربت الكورة هنا أنا كان احترم القرار ذي الحاكم كان احترمه وتعلنت بأنها ضربة الجازع ثم كنا سافي تعرضت من واحد الضغط تعرضت من واحد الضغط الكبير يعني الصيفية ما عرفتش كيفاش غدوس واخديت قارر مع راسي اخديت قارر أيوب الوردغ اخدا قارر مع راسي بأنه عيت تحدى جامع انتقادات وجامع أي حاجة ني كتقول الجامعة ارتطوانية باش عمقه في الفارق من يجا الموسم من يجا الموسم وانا بعض الجامعير تطوانية باش يحفزونا المركز الساكوين الماليين وكان ديك الساعة باقي معنا المدرد بانتوني كسانو وقال لهم واحد الهاضرة وصراحة انتمك انا فيك اعجبني الحال وكنت بغيت انا باش نوصل ولكن ما تقدرش يدوصل في ديك المرحلة حد في ديك الساعة ديك ساعة الغضب تقولش قال لهم كاينين بعض الناس وكاينين بعض الجامعير قالت شي اشيع في هذا اللعب هذا او للاعيب اخرين كانوا يتعرضوا نفس الانتقادات ديالي ولكن هما يبقوا مع الفارق تناخر دقيقة يعني انا عيب وعرعلي كلاعيب وكمربي في المدينة ديالي نوصل في فرقا ديك الدار في وما ندخلش ينلعب تمك ما نخدش تجربة وما غامشي في كارير ديالي مزيئ انا عاوت باش ندخل في ديك الدار في ونلعب تمك وتعرطنا انتقادتني صراحة اطرت عليا اطرت على العائلة ديالي كنت كان فكر باناني صافي واحد الاختة تكت قد قد قول ان انسالي الكورة ما مقاشي ما مقاشي نلعب ولكن انا امنت براتي قد خصني نخدم ضروري باش عيجي واحد الوقيتة ونمأكد منا وتايق فراس عيجي واحد الوقيتة اللي عايكو ندمل عب صانياتر من كامل كيستفق على ايوب الورديغي وادا وعد مني الجماهر التطوانية كان وعدهم وعد شارف باننا جي الوقيتة لي كل شي غايقول حنا بفعلا ضلمنا في بعض الاوقات ولكن انا ما كنقولش انا ممنوع من انتقاد بالعكس انا على الرأس والعين انتقاد يعني انا اي واحد يدخل انتقدني او يدخل معايا في الخاص عبر مواقع التواصل ويقول لي ايوب الورديغي هاتينا في ناقص هاتينا شنخصك داع مزيد خدم بالعكس انا غنسماع له وغنش نعمال دكسين لكي يقول لي الحل كي يبقى فيك هو يدخل لك من بعض الاخوان يدخلوا لك في مسائل شخصية ديالك ويسببوا لك الوالدين ديالك يعني احنا عنا الوالدين ديالنا كيتبعونا يعني كتتابعك عنا اخوان ديالنا عنا العائلة ديالنا ومني كتدخل كتجندر كتجباري الام ديالك ومريطاتينا كتدخل بعض الساعة وعلا شعنا كتلعب هذه الكورة ولكن عودمي كتدرجع تفكار كتقول ديالت ضرب هذه الكورة اذا ما انتقدتي شي اول حاجة ما عادكون شي موجود ومني كنتقدوك الناس بانا دي كنا اشتفو فيك وحاجة مزيانة بانا اكتنا غادكون شي حاجة علي انا اخديت القرار ديالي بانا انا عنا نكمد وزيدت مع الفرقة زيدت معها ثلاث سنوات وكان واعد جامعة ارتطوانية بانا انا غنكون عن حسن الدن ديالهم عيش وياتصبر وعيكون كل شي بخان شاء الله اسوأ ذكره كيف ما ذكرت انا اسوأ ذكره عندي مع فارقي الام هو عند النزول من القسم الثاني وخصوصا المقابلة الملودية الوجدية اللي هذيك اللي درتني بزاف ديك دربة الجازع اللي صراحة فحاني نقوله هرستني شوية واني تعرضت بيها بزاف دل حاجة هذيك يا اسوأ اللحظة اللي عندنا مع فارق المغرب تيطواني افضل اللحظة ديالي مع فارق المغرب تيطواني اول حاجة هو مكا عيط لك الموناد نحن تختفي فارق المغرب تتتتونى واحد الفارحة زيط ما صراحة تتفتخر ببيه بانك الفرق ديالي عيطه لك باش تطلع دل حاجة فرقة اللولى و المقابلة لاني عمر التنسالي وعطقه في الدينة دينة مقابلت مع فارق الويداد البيضوي في نصف النهائي كأس العرش مني كان ضن نسبة قليلة كانت مؤمنة بنا باننا نحن نوصلون للنهائي. هذه هي المقابلة اللي عمر التنسي لأنها كانت تفوح ضرفية صعبة بالزب. يعني احنا تقريبا باقية ثلاثة أيام على المقابلة وحنا اللعب مع بعطياتنا نقولوا كيفاش ندخلوا المدينة تتوات. يعني كيفاش ندخلوا مدينة دينا كيفاش نواجه الجماعير دينا وحنا نطحنا. ودخلنا وآمننا برأسنا واندا كان فريق الويداد البيضاوي متوج باللاقب الدوري. وصراحة أني كانت عندهم لحسب الرائد اللي كانت عندهم فرقة مكمولة لهذا العام. ليوم هذا العام في النهائي للعصبة الأبطال وكانت منهم التوفق. هذه هي اللحظة أني ما تنست لي شيء وهذا كانت أفضل مبارايتني قدمت مع فريق المغرب التطواني لعمري عنساها صراحة. في تلك الوقتات ذاكي كنت أخبرتني. يعني ما قلت شيء وأنا فكرت أني غنقوا. أنا قلت عدلوا الحنة حتى في تلك الساعة كانوا يقعوا بزاب دل حاجة. وكنا تعرضنا بزاب دل حاجة. يعني كانوا لاس بغيين المغرب التطواني أطحن قسمة تاني. كانوا كنت تم اللحظة منك تجي اللحظة بشخور على حفزك إيجابي قدر تجعلك سلبية. يعني تناك يكونوا باقي لك مثلا خمسة المقابلات. وعندك الوقت في تقدار تصلح ما يمكن إصلاحه. وفي نفس الوقت كتشوف دك واحد نوع للناس اللي ما بغينش المغرب التطواني تشوفوها مزيان. تم مكننا في ذلك اللحظة بشقول تعدلوا الحنة. يعني أي واحد ما كيبغيش المغرب التطواني. وأي واحد ما بغيش الخرن المغرب التطواني سوى كيف ما بغي يكون النوع دياله. وما بغيش الخرن المغرب التطواني وكيتمنى الشرن المغرب التطواني وكيتمنى غي الظلمتنا دي المدينة. كان عوداله مرة ثانية وثالثة كان قل له عد الحنة حتى عمرك غد تشوف المغرب التطواني في الضرفية. طول ما عنده أولاده وطول ما عنده الرجال دياله وطول ما عنده هذ الجمايرة هذي. اللي سارع حكد لبيني داع في أي وقت. كيف ما بغت نوع ديال الفارق كي لبيني داع. كنشكره معاود هذ المنظريكم. موسيقى أول حاجة ديك الإنسان داك حنا كي الكساكين التطوان أول حاجة خصنا نشكروه. حيتاش الحب ديالهم فارق ديالنا. اللي كاين نكا تجبر كينين بعد دمنا ثمام دينا التطوان وما عندهم شي ديك الحب اللي كيبغي هو ديك الفارقة. يعني أنا مليكنت باقي مسجع مع الفارقة ونا كنت متابعوه. ومنساش النار نمشا وعلى ميصاش في ميكونا بيكون ترى أهلي الميصري. هو كيبغي الفارقة ديالنا. وبالنسبة انتقاد ديالوني كتجعلينه فانا كنشوف انتقاد بناء كأي شخص. يعني واحد مادم كينتاق ديك وكيقول لك الأغلط ديالك هفينيه واشن يخصك دعمال. ماشي كيكرهك. بالعكس هو كيبغيك يشوفك مزيان وتزد عطينا الفارقة. لذا انا كم قول انتقاد ديالو للرس والعين. وحنا كلاعبين في المغرب تطواني سواء أنا سواء زملاء ديالي. فراه كل واحد ومأكد مننا ديال حاجة يمأكد مننا في أننا كاملين بينا. عنا المغرب تطواني. ماشي في قلبنا شي حاجة زايدة. حتى ما ممكنشي تكون تينا 12 عرصنا ولا 15 عرصنا ونتمكت تكون في الفارقة. وناني عاد وصل. الفرقة الأولى. نضحك عليها ولا تمنا للشهر بالعكس. نحن نقول لك. نحسبوها حل أم ديالنا. وهي الأم ديالنا. يعني نحن عام على الفرقة ديالت. الفرقة ديالت، فريقة ديالت بغي تقول نازع ما ماشي فوالله يسهل عليكم. ولا ما نضيفو تا أضافة. وكم غين نوصى لهي واحد رسالة. وكم غينقول زعم عنا ناني عنتف خصلا عبد؟ ربناني عنتف راسي ما قادرش نلعب مع فارقي الأم. وما قادرش نعطي واح الأضافة. فأنا الأول أن أطلب من الإدارة أن نمشي في حالة الجماعة التطوانية صراحة أن أخذ بغي تقول فيهم كلمة حق مع جبار شي ما تقول حتى أجدب أنا منذ مع ساكن قريباً من الملعب صانيات الرمال يعني في كل مقابلة أو في كل مناسبة كيف يفشؤوك فشؤو العالم وفشؤو المغرب في 2012 كأكبر تنقل في العالم اللي مذكر في كتاب جينيس موراها جات الدرفية بأن الفارق قبل ما نزله جات الدرفية بأن الفارق يعاني باش ينزل قسم الضلومات وكانوا دائما مع الفارق في الصرق والدرق يعني دائما كجبار لامبيكا خاتومة دائما كي يوفي وبدكش ديالهم دائما كي يضحي دائما كي بغيوا الخير من الفارقة ودائما هم موروا الفارقة في الصرق والدرق إذا تشافوا عشوية دل أضرار كيينين في الفارقة كتجبروا مملولين في التحفيز كتجبروا مملولين تشاف بعض المشاكل كي يكونوا عام بعد اللاعبه هو كي يطلب منك يقول لك كل المشكلين عندك إذا كنا قادرين إحنا باش نحلوه غاي حلوه يعني إذا إذا ما وخد بغيت تشكرهم وخد بغيت تقول عليهم أي حاجة بمعليك غيب الاحترام ديالهم وتقدرهم وأي حاجة يعني قالوا على أيوب الورديغي فأيوب الورديغي يقول لهم وما فوق راسهم وأنا كان اعتذر منهم إذا في بعض المقابلات ولا بعض الأشخاص قلهم شي حاجة شي نوبة ولا خرجت مني شي كلمة دلعب فأنا كان اعتذر منهم وكن قلهم شكراً أول حاجة على التضحية ديالكم وللوافع ديالكم اللي دائماً معنا في الصرق والدرع وإن شاء الله باقي الجمائر التطوانية يمع الفرقة ديالها حتش الجمهور كيبقى الجمهور كيمشي يجيل ويجيل ويمشي رائس ويجي رائس ويمشي مدرب ويمشي مدرب كدبقى الجمهور هو الفرقة والقوة ديالفرقة هو الجمهور وكن شكرهم جزيل الشكر وكن قلهم إن شاء الله كنواعدكم بالأيوب الورديغي عيطور مستوى ديالو عيكون عند حسنة دانت أي واحد وشكراً وبالمناسبة بغيت نشكر هذا العام خصوصاً المكتب مكتب موسير وعلى رأسيه رئيس النادي ردوال غازيني صراحة وفر جماع جماع الإمكانيات باش نوصل لمرحلة نوصلنا للإحناية ويا سعودنا نقسم الوطني الأول كنزيد نشكر العامل سيد العامل كنشكر ولي الأمن كنشكر رئيس سيبكو ريتاو وصراحة نادلنا سيدو كاملين نذكرت عونو الفرق وكانوا معنا في السرق والدرق سواء بالدعم المعناوي ولا الدعم المالي اللي أنا من باركو ماذا كنشكر مززيل الشوك وبطبيعة الحال كنشكر سي جامل دريداب كنشكر سي يشام لويسي وسي عبدالطيف جريندو اللي صراحة من بعض القدوم ديالو اللي كانت واحد حاجة احنا كنفتاق دواوية روح المجموعة رجعوا روح المجموعة خدموا معنا بجدية عملونا كأبناء ديالو والحمد لله وماتينك كتشوف ربي مخايبو مشي وحقوا معنا الصعود وكانتمنى لهم المسيرة الموفقة ديالو إن شاء الله معنا لما لا يزيدوا حقوا معنا في المبتاغات لا حسب طموحة ضد النادي والجماعير ديالنا وكان زيدنا شكرهم ززيل الشكر وكان قولهم شكرا لكم من باريكم كلوب أتلاتي كوتتوان وصادا أتلاتي كوتتوان موسيقى أنا أخير رسالة ديالي نعم بغين أول حاجة اللي عم قولا ننجمع ارتطوانية كاملة بأن الفارق ديالنا هو رجعنا الطريق الصحيح وإن شاء الله باقي الفارقة ديالنا أديدنا الخطوة حتش حنا ننزول ديالنا مكان هو غي واحدة الخطوة إلى الوراء باش نعودوا إلى مكاننا الأصلي بقوة وإحنا عارفين بأن الجماعير تطوانية كتسنى الألقاب كتسنى المنافسات كتسنى بزفت الحاجة وما بقدش لوقيتها في إحنا نعم قوزع من كل موسم كل موسم نمقوا نقولوا لأد العام إن شاء الله دا عن صوفي واد العام فإحنا قصنا نعملوا يد فيه كساكينة كجماعير كسياسيين كالنس ديال مكتب والنس ديال مدينة يتعاونوا معانا باش إن شاء الله نوفروا على فرقة اللي غد كون تنافسية واللي عن نفسه بها نشرفوا ديالنا وليما لا نشرفوا المغرب بأكمل إن شاء الله وغنقولوا الكلمة ديالنا وشكرا لكم وبهذا المناسبة دي كم بغن شكر جزيلة الشكر من كلوب أتلاتي كوتتوان وصادا أتلاتي كوتتوان اللي صراحة مغاوي وصلوا الأصوات الصوت ديالي الجامعير تتوانية والمشاكل والحاجات الإيجابية والسلبية اللي عند أيوب الورديغي إن شاء الله يعني ما عاد كون شادي اللولا ما عاد كون مع أيوب الورديغي تكون مع عدة لاعب من المدينة أو خارج المدينة أنا كنشكرهم ززيلة الشكر صراحة اللي في نظرية ديالي أنا صفحة ممتازة وكتحاول جيب دائما الحاجة الجديدة وكتحاول دائما دوفار الطاقة الإيجابية في جميع المجالات أنا كنشكرهم ززيلة الشكر وكونا نقول لهم بأنهم الله يعاونكم الله يوفقكم في المسيرة ديالكم